للسيدات أضرار خطيرة للمسكنات أثناء الدورة الشهرية تعاني معظم الفتيات والنساء من ألام متفاوتة الشدة في مرحلة ما خلال الدورة الشهرية ويكون الألم لدى بعض النساء سيئاً للغاية لدرجة أنهن يصبحن غير قادرات على القيام بأنشطتهن اليومية المعتادة أضرار المسكنات أثناء الدورة الشهرية إن تناول النساء للمسكنات أثناء الدورة الشهرية يعد أمراً معتاداً ولا يسبب ضرراً طالما كان التناول بشكل معقول ولكن تناول المسكنات بشكل مستمر ومبالغ يؤثر سلباً على الكلا لأن المسكنات التي تستخدمها العديد من النساء تؤثر على الكلا لأنها تحتوي على مادة الدكلوفينات وهي مسكنات يتخلص الجسم منها عن طريق الكلا وعلى المدى البعيد قد تودي إلى فشل كلوية مسكنات آمنة خلال الدورة الشهرية المسكنات المصنوعة من مادة الباراستامول آمنة على الجسم وهي التي يتم وصفها للمريض لأن الجسم يصرفها عن طريق الكبد بالإضافة إلى أن مفعولها لا يسبب ضرراً كبيراً مثل مسكنات الدكلوفينات ومسموح بمسكنات مادة الباراستامول حتى 7000 مليجرام ولكن أكثر من 7000 قد يؤدي إلى التسمم ترجمة نانسي قنقر